قال مسئول أمريكي أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وكانت مصادر إعلامية سورية قد أكدت أن مسيرة انفجرت داخل قاعدة خراب الجير الأمريكية في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وأن حريقا اندلع إثر الهجوم واستمر نحو نصف ساعة وأضافت المصادر أن المسيرة جاءت من الأراضي العراقية وعبرت الحدود بين البلدين قبل وصولها إلى القاعدة الأمريكية هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم